أين هي الطريقة؟ ما الطريقة؟ لتأخذ الطريقة للترام أو البس أو أي شيء لا، 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 لا لدينا هذا أكثر هنا في لكسنبورغ، نحن نتواجد هنا القطر، الترام، البس، المترو، كل الحاجات ببلاش مئة في المئة دول كتيرة في العالم منها لكسنبورغ، حكومتها بتحاول بكل طريقة أنها توفر الرفاهية لشعوبها عن طريق الرعاية الصحية الخمس نجوم المجانية والتعليم الراقي المجاني من الحضانة للجامعات والبنية التحتية القوية جدا، تغير الدعم الحكومي للأطفال وسكن العائلات وزوي الاحتياجات الخاصة وفاقد الوظيفة وغيرها كتير، عشان الشعب يعيش في سعادة وأمان ومحبة ويرضع عن الحكومة ولكن في لكسنبورغ الرفاهية وصلت درجة غير مسبوقة لأي دولة تانية في العالم من درجة أن الحكومة قررت أن كل المواصلات العامة في الدولة أوتوبيسات، ترام، كتارات وغيرها مجانية 100% لكل الناس أعلم بكم كلكم في فيديو جديد، النهاردة إحنا في لكسنبورغ وفي حاجة أسمعتها أنا مش مصدقها حتى هذه اللحظة الغايت متأكد بنفسي هنا على محطة الترام في وسط لكسنبورغ Uh don't forget, sorry, oh you don't need the certificate, it's free Pardon? P statements like this is free in Luxembourg, you don't need to buy a ticket It's free? Yeah it's free Okay because i've been half an hour searching for a ticket machine No there is no ticket, you cannot buy any, it's free So as long as you remain in Luxembourg, the country, bus, trains The country it no the city Yeah, the country it's free Yeah yeah it's free Everything? transportation? Yeah yeah transportation is for free Oh transportation is for free نعم هل أنت محقين؟ أم أردت فقط و أحد مرة أدخل و أخبرني و أقول أين المسخينة؟ نحن نتأكد بشكل أخرى لكن هذه الناس يقول أنه تحكم الإنسان أو الناقل كله مجاني الناقل كله مجاني لذا الترام الترام بس الترام الترام الناقل و أخلق الأول في لكثبت أن المفتنة بلجيوم فرانسة جمالية لكن المفتنة لكثبت أن المفتنة لكثبت سوف تلقي ثم ترام شكرا أنا لا أستطيع أن أرى أخرى لذا لا يوجد عندك تقاتيات مجموعة؟ لا 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 نحن نحن لا نتقل عنه لقد قدمت جميل في حمالنا لا نحن نتقل عنه ما تتكلم شيئًا هي الحماية ، لكنهم يقولون بجد ذلك اللي يعني بخصص إذا ما ترى؟ أشياء طريقات لا ترى خطري تتعفت because طريقة نحتاج إلى تطبيق لذا فأي ما حاجة؟ تقليق الانهار من توقيتين مثلكي؟ من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل شخص؟ نعم، من أجل كل شخص لماذا هذا؟ لأنني أعتقد أن أجل المراني لديه من الأجل لذلك يسألون أن يكون مدهولة للشخص يعني لذلك لا يحتاج إلى هذا المراني من المغارسة لذلك أنت كم أجل من أنك لا تسكن هنا في لوكسنبورغ القانون اللازم خلال كورونا لك انت تلبس الماسك وانت قوى المواصلات العامة كنا ايضا كسم الله في المترجم لكن نظرا το جيد وانت شاركز من عق liv ماذا كنا نحن تبقى الى مفتاح الى الى المترجم بعد كما انه يظهر تبقى الى الоду ويجب انتظرنا كل مكان واووه ويجب انتظرنا الى الناس اكبر الانعين لانتظرنا كل 승inas اعتقدوا أنه في نهاية كل خط بيدخل الناس في المترو في ترامب ينظفوه بيلحسوه عشان يخلوهن ضيف جدا للحاجات دي انا اعتقدوا أنه هناك كامرات اشتركات مستقبلة لماذا؟ هل هذا لأنه لكثير من الناس ينطرون اشترك من هنا او لماذا؟ لا، الان اعتقدوا انك تشعر على مكتاب ونحن بإمكانك بشكل بشيء يحدث حتى المرة fall off my bag for I got my truck and for I called after one hour I realized when I got home and it was like you know I was very surprised I found it I went just to the well it's the main station for the train and they had it so you really like that so someone found it and just give it وقفت إلى المساعدين وقفت أن هناك سنوات وطلعها سنواتك وطلعها 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 يمكنك أن ترى أن تسيبها وطلعها ونجدها عادي خالص أنه لم يأخذها أو لم يأخذها لتسواة لأسواة ويمكنك أيضا ترى هذه الأشياء يظهر أن المساعدة مرتفع ويوجد لا يوجد بأس المساعدة لأنه لا يمكن أن يكون لديه طريقة من شكل مستقيم لذا هذا هو طريقة لأجلال الستقيمة والصفاء لأن الشخص يتركوا في الناس يمكن أن ترامل على الوصف يمكن أن ترامل على الوصف كله من أول ومن أول السواء لغاية آخر العربية كله مفتوح على بعضه إنه مفتوحة إنه مجرد لذا أي شخص من أيها المنزل يجب أن يتركوا بفعله لا يوجد حتة العربية والمترو كله مفتوح على بعضه بشارة ان تدخل من اي باب كله مفتح على بعضه من اول هنا لغاية هنا انه مفتح جدا انه مفتح لا تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تعملوا وفولو صفحتنا الرسمية على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب فعلوا الجرس ونصولوكم فيديوهاتنا جديدة اول باول صفحتي على الانستجرام حاجاجوبيتش فيها صور وفيديوهات حصرية مش موجودة في اي حتة تانية اشوفكم على خير باذن الله في حتة تانية كتيرة جدا احمد حاجاجوبيتش سلام اشتركوا في القناة